اذا ما اقوله الان كله علشان ما نباش عاملين زي الراجل اللي قالك الزق بالزق بكل شوالك الزق بيجي الزق بيجي راعي الغنة وبعين في الاخر لما الزق بيجي محدش سمع كلامه ليه؟ لانه في مؤامرة فعلا يعني مؤامرة فعلا من ايه؟ مؤامرة من طيار الاسلام السياسي اللي هو عايز عايز ايه؟ عايز اسقاط النظام في مصر اسقاط الدولة المصرية مش الرئيس مش الحكومة الدولة نفسها الكيان المؤسسي ده الدولة المصرية دي كلها تتفك وتتحرق وتترمي وهم يبقى ملوك على الطراب مش بهم معدوش وش كده خالص يبقى ملوك على الطراب وبيعملوا دعاوة تخريب دي عشان كده وبيسيطروا على المجتمع هم مسيطرين على عقل المجتمع لانه موجودهم بقالوا 40-50 سنة طايح في العقل المصري وزي ما عرضنا وبنعرض طول الوقت لفكرة انه الاسلام السياسي مسلف مصر كلها عملها سلفية ملبسها الازدال ملبس مصر الازدال ومصور لها انه ده الدين وانه ده الاسلام وانه اجهزتنا تحت طائلة السلفية دي ومخترقة بالسلفية نفسها وعشان كده عايز اقول انه رغم فشل الاخوان في 11-11 وبقولي كلام ده في 10-11 الى على الناحية الاخرى لازم ندرس ونتدارس برضو بروح منفتحة بصدر متسع بقبول للاختلاف باحترام لوجهات النظر بدون مكابرة ولا مكايدة ولا رغبة في المعاندة ندرس هو ده حصل عملي دعوة تخريب دي عملتين اول حاجة انه البلكة تحطى اجندة لنفسها اجندة حوار وطني اجندة مؤتمر اقتصادي افراج عن سجناء استراتيجية حق انسان بتطبق بعض موادها ويعني ويعتزم او قيل انها يطبق المواد الاخرى فيها او الخطوات التالية روح من الانفتاح بعد كثير من الانغلاق روح من التعدد والتنوع بعد احادية مطلقة كاملة خلال السنوات الماضية فامل الاخبان دخلوا على الخط بحكاية دعوة تخريب دي بتاعت 11-11 فاموا مغيرين الاجندة اجندة المصرية اجندة الدولة المصرية اللي حطها لنفسها شوف الاخران بيخربوا ازاي شوف رغم فشلهم السقيم المقيم الى انهم يقدروا يخربوا طيب ففجأة يحصل بدل ما يحصل واحدة بنتكلم على اعادة تموضع كده للعلاقة بين كل القوى الوطنية مع الحكومة والدولة وجنس الدولة يحصل تسميم تسميم للاجواء بين الحكومة والمجتمع وزارع ريبة وارتياب وتشكك ويبقى فيه يعني حالة من الحالات اللي فيها ترقب مش هقول توطر هقول ترقب اللي فيها توقع اللي فيها تمهل فبدل ما مشروعاتنا او مشروعنا للحوار مشروعنا للتقدم والحيوات السياسية يمتد ويستمر ويتطور لا يتقلص ينحسر ينسحب يتراجع يشل يقول اخوان نجاح ولا لا اول ما بقى بقى خلي خصمي يفرض عليها طريقة اللعب فدي مشكلة في الملعب دي مشكلة في الملعب خصوصا انه الاجهزة الامنية بتتصرف في مصر تصرف انه بيحتسب على طول ما هو بيشتغل على ايه بيشتغل على الحس الامني اللي موجود في العالم كله وهو التحسب احسن اللي يكون توقع الاسود فيبدأ يعمل ايه السيناريو ده يبدأ يعمل اجراءات فيها يعني فيها تضييق على الناس فيها تقييد على الناس الناس مشهر في الشارع هتوريد تليفونك اللي في طمو ده بيثير احتقان وفي يا جماعة اعنا مش كنا بطن الحكاية دي مش كنا استقررنا مش كنا وعدنا ان ده ما يحصلش مش كنا مش كنا فيحصل وكأنه هو مقادر بالتخريب ده انه يلف في مصر حوالي النفس كل شوية ترجع مطرح ما جت تلف وترجع تاني تلف ونبدأ حركة دائرية عايزين نقضي على الاخوان قضينا على الاخوان طبعا قضاء اللي هو الامني مش الفكري وبعدين يعملهم دعاوة ومش عارفين احسن يرجع الاخوان فنرجع لا يبال لازم نقضي على الاخوان يبال لازم ناخد الاجراءات دي ونقضي مش كده كنافة سياسية نتأمل ده بس تأملوها الوهلة كده وشوفوها تلقوها صحيح ولا مصطحيح كل ما نتقدم خطوطين كل ما نقول تغيير افضل احسن نلاقي نفسنا بيرجعونا تاني السلم والتأبان والنقطة التانية المهمة كمان اللي احنا عايزين نتكلم فيها في هذا الصياق يعني هو قدرة الاعلام الاخواني عبر القنوات المنوئة وعبر الفيديوهات واليوتيوب وسيتواصل الاجتماعي في انه يوصل للناس و يعني حد عايزي كابر في المعلومة دي هو حر انما انا بقول انه واصل القطاعات واسعة من المصريين صحيح انه مش مؤثر خد بالك التعبيرات عشان استخدمها بدقة هو واصل ومنتشر لكن هو مش مؤثر عايزين انتناقش ليه هو واصل ليه منتشر ليه بقى له حضور والناقش انه ليه مش مؤثر مش مؤثر ده عشان ده وعي المصريين مش عشان حاجة تانية وعي المصريين ونطجهم وقدراتهم على الفرز لكن كمال عشان المصريين هم في لحظات في مشكلتين مشكلة انه مفيش بني ادم في الدنيا مفيش بقى ايه بني ادم في الدنيا ولو ايه يتحمل انه يسمع صوت واحد في الدنيا مفيش يسمع نفس الكلام نفس الكلام مفيش بني ادم وفي كوريا الشمالية مش هتلاقي حد يستحمل انه يسمع كلام واحد كلام واحد كل المشارات واحدة وكل البرامج واحدة وكل الاصوات واحدة فالبنائي ده بيقعد يدور على الاصوات الاخرى يا راجل ده في قلب ايام عبد الناصر بعشق المصريين عبد الناصر قبل الهزيمة الستين والانكشافة الكبيرة الناس كانت تسمع راديو اسرائيل وازعت لندن رغم انه كان فيه في الاعلام عبقرة برضو اسادزة كبار بزيال حال الراهن يعني وما عزيال كان في الصحافة بس هم مش طيق هم عزيز معزو التاني النفس الانسانية كده